السلام عليكم انا ارملا دي الواحد الراجل كان نخدم في القضاء قاضي سابق ودبا مشكل دي لي ولدي بانني ولدي تعرض لوحد الهجوم وحشي بمعنى كلمة وحشي تفرق لي راسه على جوج من غير الضرب اللي في جنابه اللي في وجهه على واله وخارج كيتسخر نهار عشرين في شهر خمسة في شهر ربعة جمالي واحد العصابة عصابة انا كنسميها عصابة بمعنى كلمة عصابة كيروجوا المخدرات عندنا هنا في الحي اسمي تابني زناسن تابع الفضيصة دشيرة الجهادية بانهم دير لنا الترهيب هنا في هذه الحي عندنا الترهيب بمعنى كلمة الترهيب وما يقدرش حد يخرج وما يقدرش حد يدوز من الحدام قليك ويهضر بالزربة ولا يتمشى بالزربة ما عندكش هذا الحق وديرينا عصابة جامعين عليهم قاعد القاصرين لماذا تضربوا يعني؟ على والو 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 مالك كتتمديز وكتنفخ وما كتهضرش معانا ما كتتسخرش لينا كنهضروا وانت منفخ علينا لماذا؟ لانك انت ولد طبق اخرى وحنا طبق اخرى كيحسوا بهذا النقص عندهم هما انا ما فهمتش شنو الاشكالية اللي عندهم هما معرفتاش انا انا ولدي عادي تلميذ كيقرأ في البكاروليا عندو هذا العام الجهاوي الوطني يا ربي الوطني اعتذر مردونا 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 ذو معنى كلمة مردنا مردنا ما عرفناش اشنو كيتسالوني الدري غادي كيتسخر غادي يتسخر يجيبلي الحليب قبل الفطور مع الفطور يا ربي دواء الهضر للمغرب حاسب خج كيجري يجيب الحليب ما جاش عندي الدري طي عيطوليا يقولك والدك اجرة كان في المستعجلات في انزكا مستشفى انزكا مشيت عند الريقي تغارق في دمه معرفة عيني اللي مشاولي ودني اللي مشاولي واش مدبوح ولا اشنو وقع عليه درنا الشكاية مشينا الولاي مشينا عند مركز الشرطة الدائرة اللي كان في انزكا درنا الشكاية دينا قدمنا من هالاخر مشينا عند الوكيل قدمت السرق تافيكة ديالي راه مرفقة معاد الهضراء اللي غادي نقول مهم البوليس ولا الشرطة عاونتنا اعطتنا واحد الامل امل اعطتنا كنقول امل وخبقي ما تحققش هذك الامل مهم اعطتنا امل ولكن باش قبطهم ولا شو حاجة مع العلم انني اكت بان ولدي دريت انا وعائلتي كاملين لحقاش غي مؤاخران جوتلت دار هذين سيوفة سيوفة اللي كي هزول ارهابيين سيوفة وكي غوة وكي سب سبان ما عماني سمعتوه ولا تخيلت حتى هنسمعوه جموع لنا طلب دار دار على الطموبيلة كاملة دورها في ذاك الجنوية وزاد هو وخوه جوج هما يق وحد اخر معاهم هما اخوت وحد تالت والجيران هما يقلس معاهم لحد الساعة لا تشدوش نهائيا البوريس كيخرج لهم من هنا هما كيتهربهم من هنا وفي الاشياء كيبالك تاني جالسين قدام بابهم ولا ماشين تاني كيقلبوا على ضحية واحد اخرى هما كينش غير انا جاراتي كاملين ولادهم تكرفصوا بمعنى كلمة كرفصنا هما كنت عايشون في رعب اه بزافة رعب بزافة لان انا مرضنا توسوسنا كتسد بابك ثلاثين مرة ثلاثة ذكارة اللي درنا بيبنة لان جارتي تهجموا عليها وتهجموا على الشراجة ما بغوا يحيدوهم هالفيديوهات غادي تشوفوهم كيف رسالتك المسؤولين مسؤولين كان طالبهم وكان ناشدهم وكان رغبهم وكان زاوغ فيهم باش يديروا لي حل بيديروا لي حل بغيتوا في اسرع وقت مبغيتش واخها باللاتي هنقلبوا عليهم ما ببيتاش انا ببيتك تقبته انا مبقيش قدرت نتسخر مبقيش قدرت بناتين خرجهم مبقيش قدرت نخرج بناتين مبقيش قدرت نخرج انا بنفسي مبقيش قدرت نخرج وليت مهددة عم هدديني بانا انا خرجت غي خصروا البناتين وجهههم ويخصروا لي انا وجهه وانا كيمما قلت لك انا ارمالة ما عنديش در اللي كان معيا بلات عن دعاها ودائما دائما دائما دري غي ناعس دائما دارني راسي دير حد عشر غرزة في الراس ودكتورة عندي تشواه دي الان في الحنجورة لانه بقى كيلوح الدمن من اخر ومن في امه درت سكانير درت بزاف تحويج دري مرض نفسيا اصلا في اللول قبل الجسديين مرض نفسيا دري اقولك ما بقيتش انا الخرج ولا بقيت انا كيفاش ما بقيتش حقك ما بقيتش حقي ما بقيتوش وخديت حقي معده غد ترفع لي واحد شوية المعنويات ونعرف بانني عندي حق وخديته لان الحق رجل كيتطلب ماشي كيتخدا ما شخرا انا 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 كنت طالب حقي واللي ما بقيت والو انا هذا كنت طالب المسؤولين واللي صاهرين على الامديل الحي اللي احنا فيه الجهادية بنيز ناسن باننا احنا رحنا عايشين في غابة انا لحد الان حسب رسي عايشة في غابة غابة فيها جميع انواع الوحوش للي ما نقدرش انا نخرج باش نواجه باش نواجههم ما عطوني شي سيلح باش نواجههم باش واشتاء انا نهز السيف ونخرج نعطي البناتي سيوف ونخرج نعطي الولدي السيف ونقول لي خرج مدام ما خديتش حقيرت انا انا قدر نحاول نفكر فاد الحل لحقش انا دفاع عنهم باش ندافع على راسي ولكن انا كنقول انا في دولة القانون دولة الحق السلام عليكم انا ام واحدة من هاد الضحايا هاد الناس اسيدي كيت عدو لنا على ولادنا بغوا ولادنا يرقعوا ليهم يتسخروا يمشوا يجيبوا ليهم اللي بغوا يجبدوا ليهم يضربوهم ويسكتوا ياخدوا ليهم ديالهم يقلبوا جيوبهم اللي مارداش يكون العصى اللي مارداش تلقاوليهم داروا ليهم مونتف تلقاوليهم بجناوة هم ام هم اباهم وجابوا البوليس والدوه والحمد لله خرجوا لدي براءة داروا انه كيت عدى على المارة ومن ذاك النهار اللي جاب الله ما مقدش لهم داك الشي اللي بغوا لان فاشمشا قالوا صافي هوتا وبتنين منه من اللي خرجوا لدي براءة من ذاك ساعته ما كيتحلفوا كيتحلف الأم وكيتحلفوا الدراري والمهم دا بولدي هاد الناس اللي تضربوا كاملين مليكا يتضربش واحد كي يسافطوا ميساتات ويقولوا الضحية رقم الضحية رقم والدي الضحية رقم ربعا والدي انا ما عرفش ضربته كيفاش دايره وكيفاش بات تكون وتتلقاوليه واقف اللي عند الباب وهادو روشارشي ما فهمتش كيفاش روشارشي وكيوقفوا بالنهار جهار وهزين السيوفة والناس كلهم كيشوفوا ما فهمتش انا كيفاش هتلقا ديالة روشارشي والسيد واقفوا واخد راحتو وتتلقا عند الباب ويقول اقسموا بي لله من مشي حتى نخليه في الكروسة وولادنا حابسينهم من المدرسة والدي عندو سيزي اماني هاد العام وحابس من المدرسة كان كيقراء في الببليك ودخلتوا للبريفي غيباش نبعدهم عليه ودب احنا كنخلصوا في المدرسة والدري جالس نزد عليه وتصور الدري ديالة سبعتاشر عام ودريالي اخرين كل شي الناس ودريالي اخرى من المدينة يعني الدري محبوسين من القرية ودريالي محبوسين في ديورهم كيف دري ديالة سبعتاشر عام ودريالة سبعتاشر عام وتحبسيه ودريالي تقصو لنا واش بغاو روح تطيح دريالي قالك احنا بنا نخرجوا على احنا ولينا عيالة نسدوا تسدوا علينا في الدار قالك نخرجوا يا قاتل يا مقتول واشنا نسمحو فيك بالتناء هما شنو واشنو وما فهمتش انا هاد السيستام ديالهم اذا لم يقضل ستحتاج للحماق هما سيحن واشنو وشيخ؟ انا رسالتي المسؤولين يذيروا الواجب ذيالهم انا لم تطلب ان تشي واحد شيء كل واحد يذير الواجب اللي عليه الدريالي دريالي تحتاجين وده بي لا خرجتي لجاب الله ابرد دريالي دريالي صغار دريالي صغر عباد الله دريالي يقولون لهم نصيرو شدو لنا ويدريالي يحبسوهم على مداريسهم ويقولون لهم نصيرو شدو لجاب الله يجبون لهم الفلوس. ليس معقول هذا الشيء. يجبون لهم الفلوس. يجبون لهم الفلوس. يدخلون وقت معجبهم ويخرجون وقت معجبهم. يعني أنا لا أطلب شيئا. أطلب على كل واحد يدير خدمته. يدير اللي عليه. الله يرحم لكم الوالدين. نحن لا نبقى عايشين. نحن لا يحس بنا. نحن لا يحس بنا. كيف أن يكون هناك ازعجهم. فأنا لا يحس بنا. يمكنك أن يخفلونوا ونخرجونهم. ما يحس بناهات الموجودة؟ الله يرحم لكم الوالدين لو ماديرون الواجب الذي تعليكم. كيف سقفت الى شكاية؟ لا يعقل. لا يعقل تكون السبعة وثمانية. تزعجون فلذعي فالإرشخاص. تتضعجون هناك. لأنني لا نعشينها وإلا ضربت أم كان يريد أن يتكلم. ماذا تفعلني؟ ماذا تفعلني؟ ماذا تفعلني؟ ندخل بالسالوت ونخرج بالسالوت لا يمكن وكي يصفتون المساجات يقولون الحبس ديال السيفيل وكي يستفزز هذا وكي يخرجون الدراري لا يمكن سيدة ورشارشي وكي يضر علينا والسبان غي من الحزام خرجي يا ولد الفاعلة خرجي يا ولد التاركة هذا ليس معقول وضع حملكم الوالدين إلا ما ديروا اللي عليكم وشوفوا من حالنا وشوفوا من حال وليداتنا راحنا مبقناش حسين بالآمن عايشين بحلة عايشين في غابة وش نديروا التحنة شرعي الدينة؟ أرغبتونا نديروا شرعي الدينة قولوها لنا ماشير نمشي ونشكي وما كانش اللي كانت تسوق لنا أنا يا أقع ليا كانوا لفقوا لي الولدي وحدهما من اللي لفقت لي الولدي الأم ديالهم والأب ديالهم والأم ديالهم اللي أفقوا لي الولدي واحد توما ما هذا النمسه انا لا اعرفت أنهم كيف يديرون واقعوهم خذ مخدرات لا قد من فهمت شواء ايضا من اللي لفقت لي الولدي توما لقد أتيت السلام قلت لي سأخبرت لك ما هي مالا من الملتك اللي أعطني جيش المليون لكي سوف يعطني عاجزة المليون انا سحب لي لك عيد كافلة قومي بتحرتي لكي سأخبر ولدك بالكافلة انا اعطيتها لها قرارب بشاهد عليها وكينانيت واحد السيدة قدامها اعطيتها جيش المليون تسنينا نهار الحد بشينا عند رجال الشرطة والله ازاي هم باخير وقفوا داروا خدمتهم خرجوا بحثوا سولوا القول دي دكتو مالي ملفقين لي لا على قليب بها اكتبوا لي نساكن لا على قليب بها بشيت عندهم قليلا احنا ما كان وصلوا ونصفتوا للحفز احنا ما كان نصفتوا للحفز حتى وصلوا ونصفتوا لوقتها وستطيعا نقوم بحثوا على قليب بشيت عدد انا اعطيتها جيش المليون من حقي طالب بها او لا وقت لها اعفك الله يعطيك الخير من لا لا يسمعون الناس انا اعطيتك فلوسي رجعي لي يا جوش المليون ديالتي أشياء أولادك تدر هذه السيدة؟ أولادك تهددني؟ قلت لها اهدرت لي ما زال على الفلوس؟ أغلب فق لكتهم الولدك ونصفت له الحبس أشياء ما تهدر معي؟ قلت لها أنا نسلمة في عظيم قلت لها أنا أشهر هش سوف تلفقي لي أولادك التي يدرها؟ قلت لها والله ما تكسرين لها اهدتهم أبقينا بحلقة كل يوم اليوم غدا اليوم غدا أنا جمعت مع العياليس أي مرة تجمع جمعت وقلت لي لي ما تكسرين مع العياليس قلت لي لها أرحل داعهم ورقة البيئة والغفضات يخبطون في الشراجم الخبطون في الشراجم مشيت هنا لتذكراراتيون عند البوليس جيت وقفت معا واحدين صيجاني مدقع لي يقولوني هذوك انا فيسول الياب اخرجت وقفت على الباب جاءوا لي اولادها وهي معهم دربوا بال حجر شدهم الكاميرا هناك شدهم الكاميرا ويدربو بالحجر أمشاءوا جاءوا البوليس أقوموا بإداءانيه والذي الدولة التي تطعوا عمروا لنا قلوا لنا نواصيره والدوجه كان لدينا الكوميسارية. من ثم لا رأينا وقدمت ذلك الفيديوهات وقدمت ذلك شيء كامل ولم يتحجم التحجم لا تحركت. والدي لم يكن كان صافر. هل كان والدي في كازا؟ شهرين. هو في كازا. من حقه سيأتي في العيد يعيذ معي. دري. لم يأتي لدي والدي. جاء عندي. جابوا لي واحد آخر. ضايره ومورة الشراج مكيهز للموتر له. جاء عنده واحد البروهوش هم اللي جابوه وساكن فوال حري. أدك أصلا يلا خرج على القريساج. جاء قال لي فلان قال لي العام قال لي عطني عفك تليفون بغي نعيط الوليدة. والدي أنا انفواج بالتليفون أعطاه لي. لا خرج التليفون خرجوا ليه وأولادها بجوج. كي ضربوا فيه بالسيوفة. شلخوا لي رأسه كامل. شلخوا لي سبعهم هرس. حزيته. حزيته. حزيته أنا السبيتر إنسجان. ما قبله شلية. عطوا على البيلانس حزيته. صفتته الحسن الثاني. بدت في الحسن الثاني ما جيت تلت سبعة صباح. قلت شهادة طبيعة فيها 25. 25 يوم باقعة وثاني قلت لك سبواني حتى يكمل. قلت لبلايك وقلت كل شيء. مش يدفع دك شي اليوم الواكيل. أراني الواكيل ارام اللي كتر خير ورا عمر دك شيء وعطاه مني قلية ديال البوليس. مشيت البوليس قلت لك تدمع الصباح لله رجع عندنا. قلت لك. قلت لك أعيط علي وحد دري قلية شوفي راما جايبين الجناور. راقيت السنوفول دك في تشيرة جديدة. قلت لك اليوم غنهجمو عليه. يمكنت أقل لي العمليات السنوفولية. من الذي قلت لبوليس اللي لا تعد لكي يعملوا. تائش واحد عليها اشترك. يجب أن يدعونهم تلعادهم. وماذا تذكرونهم. لن تتعلمهم. ولكن إذا كان تزيدوا ضحية من التأثير ما Presentation. من السنوفولي الولد قالوا. الضحية الثانية هو واحد المد. والضحية الثالثة هيهاهاهاهاهاهاها. تباعد لماذا أنا والدي ستألي المدى. يجلون تنسر في هذا الشراء من ذلك الخارفة. والحاجة الصحي اليوم سوف نحيض من أقادير اليوم سوف نحيض من أقادير سوف نصيف طول بلاسة أخرى من سوف يعيش ولكن أنا مزوجة فيكم إذا كان لدينا شيء مسؤول يدخل فاضيسة أنا ليس شعبية فاضيسة فيها الناس نقين جاءوا هرسوا في الشراجم و هرسوا لي الباب العمارة أنا لم أسكن بوحدي في العمارة سكننا نحن نتنشر واحد في العمارة و داروا ليهم الرعب و هرسوا في الطموبيلات و هرسوا في الشراجم لماذا؟ لماذا يتهرس الباب العمارة؟ لم يسكنوا منهم باستكلمون لكي يأتيوا لهم يهرسوا لي الباب العمارة لم يكن أخذ شيء خيبة لكي يأتيوا لهم يهرسوا لي الباب العمارة لم تطالبت بوله طالبت بولدي من المشكلة معهم و قلت له هم اللي يلسقوا لكتوهما أعطيهم بالتسع هم الأم هي اللي تلفقتهم و كانت الدرارة الفاضيسة قد صوني عليه قد قلت لي حسنا إذا لم تريد أن تقدس من أمه و إذا ترى أولادي تحنيلهم سأقوم بطلقهم و صفتك الحفز لماذا هي اللي تعيط على الدرارة تقولوا أن أصفتكم الحفز؟ لماذا هي أنا أريد أن أعرفها ما هي ما هي ما هي لماذا تهدد على الدرارة سأقوم بطلقهم لكم التهمات هي عيشة عبت لفق التهمات لفقات للمرس كل شيء واحد و أحد من أمه و أحد من أمه أمه أنا رسالتي المسؤولين أن الله كترخيرهم اللي عمر بيعطيهم صحيحتهم يوقفوا معنا ويشوفوا لنا ادلوا لنحل مع هاد الناس يشوفنا السلح الموشيد اللي نحل مع هاد الناس